بلغ وزارة الداخلية أوضح أن هذه العملية التي جرت في ظروف عادية تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة وبلغ عدد الهيئة السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا بما فيها تحلف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابة الجارية وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تم تحصلها على إثن انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1704 لوائح تشتمل في المجموع على 6815 ترشيحا أي بمعدل الموطنين يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها يتحدد في 1472 لائحة تتضمن 5046 مترشيحا ومترشيحة أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد مقابل 4742 ترشيحا سنة 2016 وبخصوص الدوائر الانتخابية الجهوية فقد استقر عدد الترشيحات المقدمة برسمها في 1769 مترشيحة ومترشيحة بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب فقد بلغ في المجموع 2329 بنسبة 34.17% من العدد الإجمال للترشيحات وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان المزاولين مهامهم حاليا فقد بلغ عدد المترشيحين منهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 225 عضوا منهم 206 نواب و19 مستشارا وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس الجماعات والمقاطعات فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157.569 تصريحا بالترشيحة منها 62.793 تصريحا في شكل لوائحة و94.776 تصريحا في شكل ترشيحة فردية أي بمعدل وطني يقارب خمسة ترشيحات عن كل مقعد الترشيحات النسوية لعضوية المجلس الجماعية سجلت ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015 حيث بلغ مجموع المترشيحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47.066 مترشيحة أي بنسبة تقارب 30% من العدد الإجمال للترشيحات وبلغ عدد المستشارين الجماعيين الذين تقدموا بترشيحاتهم الاقتراع الجماعية 21.744 مستشارا جماعيا وبخصوص المترشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات فإن عددهم لا يتجاوز ألف ومترشحين وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا فقد بلغ العدد الإجمال للوائح الترشيح المقدمة برسمها 1123 لائحة تضم 9892 ترشيحا أي بمعدل يقارب 15 ترشيح عن كل مقعد وبلغ عدد المترشحات في هذا الصين في 3936 مترشحة أي بنسبة تقارب الـ 40% وبخصوص الهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها سبعة أحزاب فإن الترشيحات المقدمة بتزكية منها لا تتجاوز 6.28% من مجموع الترشيحات المودعة وأكدت وزارة الداخلية أن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاربها العمل